استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة حيث استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي كانت في طريقها لجبهات المليشيا وأسفرت الغارات عن مصرع وقرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية وتدمير آليات وأطقم عدة كما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تعزيزات واليات تابعة لمليشي الحوثي الانقلابية شرق محافظة الجوف وقال مصدر الميداني ان مقاتلات التحالف شنت اكثر من تسع غارات استهدفت تعزيزات حوثية في جبهة الندر شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف ما ادى الى تدميرها الاليات العسكرية ومصرع جمين من كانوا على متنها